شارتنا الوساز أسامة اسماعيل المناصق الإعلامي المنتخبنا في البداية برحب بيك على شاشة تايم سبورت وطمنا بقى عن اللحظات الأخيرة قبل أن يتوجه منتخبنا الوطني إلى استاذ القارئ الدولي إن شاء الله خير بإذن الله أعرف العالمين أهلا وسهلا بك أحمد الفريق دلوقتي بيستعد إن هو يتنوى الوجبة الغداء إن شاء الله هو البرنامج اللي هو المعتاد اليومي بس طبعا النهاردة أساسا فيه أعلى دراجات الترجيز والهدوء أيضا في محاضرة فيديو قبل ما يتوجه اللعبين للملعب وإن شاء الله يعلن التشكيل في موعده القانوني قبل 90 ديام من بداية المباراة حسب ما هو متفق في الاجتماع الفني وما فيه أي شيء غير وصل هو الموقف المؤثر اللي حصل في صلاة الجمعة النهاردة عندما دع الخطيب للتوفيق لمنتخب مصر والشباب مصر فعلا ده كان موقف مؤثر ولقى يعني شعور طيب من جميع أعضاء البعثة من الناحية الإعلامية بقى التنصيق مع الكاف هل هناك تنصيق مع الكاف بشأن دخول الإعلامين والصحفيين طبعا كان فيه تنصيق من أول يوم أعلم فيه إسناد تنظيم البطولة لمصر إدارة الإعلام في الكاف من الإدارات المحترفة جدا التقينا كتير خلال الشهور اللي فاتت لحد ما وصلنا للنظام معين لأن دي كانت هدف مشترك بيننا وبين الكاف إن احنا يعني بنقدم رسالة على صورة مصر قدام العالم كله لا يمكن الرسالة دي توصل إلا من خلال الإعلام وخاصة الإعلام الأجنبي وطبعا إعلامنا المحلي كله بيصطف حول منتخبنا وحول تنظيم مصر للبطولة أعتقد أن إدارة الإعلام في الكاف أمت بدور مهم جدا في المسألة دي في ترتبات أمنية وترتبات سياسية من كل النواحي وإزالة أي عقبات لتأديد مهمهم في تغطية البطولة شكرا أستاذ إذن ده كان لقانا مع الأستاذ أستاذ أسماعيل الناقض الرياضي والمناسك الإعلامي المنتخبنا الوطني لكرة القدم والآن عودة للاستيديو واستكمال باقي فقرات برنامج العباسح وشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز أحمد المسيري ترجمة نانسي قنقر